النهاردة استشعارت إدارة القوة برئاسة كابتن محمود الخطيب والناس قاعدوا مع الراجل عاوزين يسمعوا ايه هي الأسباب الحقيقية في المسألة الأسباب الحقيقية دي مش هتقال ولا هتعلن على الهوى ولا هتقول التفاصيل بصورة بخرى الأسباب الحقيقية وتصليح الموضوع لازم تشاف في الملعب يا كابتن ويتشاف من بداية مباراة ينج أفريقانس أولا هتكون فاكر أن مباراة ينج أفريقانس هتكون فصحة للبعض انت هتشوف نفس الأجواء اللي انت شفتها في مباراة سيمبا اللي انت تعديلت فيها على فكرة طيب انت في مباراة سيمبا ضيعتك أن فرصة في الشوت الأول أربع أهداف حقيقية في منطقة الغرابة ماشي ينج أفريقانس الراجل بتاحهم الأرجنتين قال لك احنا منتظرين الأهل احنا مش جايين نهزر احنا رايحين في البطولة احنا عندنا طموح فهو يبع عنده هدف ايه خاصة انه هو ليه يعني ايه تجربة مع الأهل بكده مع بلاتينيو مستار بتاع جنوب أفريقا وكسب الأهل في المباراة وكده فنعاوز أقول لك ايه اذا لم تكن هناك روح قتالية في الملعب بص خلاص التدريب خلاص مسألة انتهت تسافر بكرة هتوصل الجمعة تمرينة خفيفة لمرتش السبت مسألة هنعيد برضو الكلام وخلق الدوافع والديني دفع انت موفره لك كل حاجة انت بتعملك لو بتعملش لحد انت بتاخد كل حقق كاملة انت ورد جمهور بهد جبال زي ما بقوله منتظر ايه ايه المطالب مني نعمله لك اكتر من كده